طبعاً عندي مجموعة من الأمراض يعني بتبدأ بالاكتئاب التوحد الانفصام الأرق كل هذه الأمراض هل يمكن أن يصاب بيها طفل؟ طبعاً بسبب السوشيال ميديا؟ طبعاً إزاي؟ السوشيال ميديا لما عرضت فكرة الميسكينفورميشن احنا خدنا الجزء الإيجابي وقلناه فكرة المعلومات المغلوطة وسيل المعلومات اللي الطفل ده بيشوفها مش عارف يفرع أيهما سليم وأيهما خطأ في حادثة في أمريكا حصلت لمراهق صيني أنه تم اختطافه عمله سايبر كيدنابنج اختطف عن طريق الانترنت يعني ذهنياً ولا فيزيكالي؟ فيزيكالي تم اختطافه هو وصل لحالة من الخوف ومش عارف يعمل ايه فخرج بعيد عن بيته وقعد في خيمة عشان ما حدش يعرف هو فيه لأنه خايف مهدد ده من ضمن الحاجات واحد اتنين إن أنا طول الوقت قعد من المعلومات المغلوطة دي أتفرج على حاجات مش مفهومة وعشان كده اللي عملوا الحاجة قال لك هنعمل لكه بارنتل كنترولينج نعمل لكه تحكم قبوي على القصة استخدمه وزي ما استخدمه مش قصت ليه عمل فكرة التحكم؟ لأنه يعلم تماماً إنه ما سيواجهه الطفل كتير طيب لما بص لوظائف العقل عند الطفل وبداية نموها اللخبطة دي حالة من التشويش عاملة زي السيجنلز بالضبط حالتها كما شوشت على السيجنلز دي أو هذه الإشارات العصبية ابتدأ يتلخبط ابتدأ يقلق ابتدأ يظهر عنده الرهاب الاجتماعي أو القلق الاجتماعي لأنه مش عايز أبص يبقى فيه آي تو آي كونت اجتماعاً لقدامي فبعمل إيه؟ بهرب فكرة القلق أو الرهاب الاجتماعي من الاضطرابات اللي بنحصرها عالمياً دلوقتي في الجمعية العالمية للطب النفسي ونراجعها للأطفال يعني باعتباري سكتير للجنة علوم الشخصية فأنا أراجع ده بشكل إحنا النهاردة بنشوف البرسنتج أو النسب التي كانت لدى الأطفال فيما يخص الرهاب الاجتماعي أو القلق الاجتماعي ما لا تزداد والازدياد ده نتيجة أنه ارتباطنا أو ارتباط الأولاد بالشاشات أعلى بمراحل اتنين الاكتئاب هل نعلم أن الاكتئاب لدى المراهق اكتئاب غير كلاسيكي ولا ينعزل هو يصبح أكثر عدوانياً يصبح أكثر إهمالاً وأهم حاجة أنا مش عايز أذاكر أولي المذاكرة دي مش هماني ده بسبب السوشيال ميليا؟ طبعاً لأنه التشويش الحادث على المخ أو على عقل الطفل أو المراهق لا نتخيله وأرجع وأقول دولة مثل السويد التي كانت تدفع عالمياً وإحنا شايفينها النموذج السويد وفنلندا والدانمر مش دول النموذج التعليمي؟ دولة نصف صحيحة قالوا إيه؟ ارجع خطورة